البلد بتمر بأزمة وأزمة خانقة خلال الكم شهر اللي فاتوا دول والغاية دلوقتي بسبب العملة اللي بقت فعلا صعبة اللي مش قادرة الحقيقة تدبرها واللي بسببها أطنان من البضائع متكدسة الآن في المواني واللي بسببها برضو الأسعار عمالة ترفع واللي بسببها برضو العاصمة القدرينة بتخلص وفي وسط الأزمة دي نلاقي دخول مفاجئ من المؤسل بحمد رمضان اللي طلع بصورة جوه طيارة خاصة وجنبه رزم بآلاف الدولارات مرمية جنبه وهو مش واخب باله اللي هي الصورة دي دي يا حضرات ده محمد رمضان قاعد زي ما انت شايف كده لأ هات الصورة تاري كده معلش اللي فاتت قاعد زي ما انت شايف كده على كرسي خاص طيارة خاصة والجاوبس كانوا ناشتين الملايات وارفة يعني عادي يعني مهم يعني وبعدين جنبه كوم الدولارات كده رزم مرمية جنبه هو الرجل مش واخد باله منهم عامل نفسي أن يعني مش واخد بالي المشهد ده كان الحقيقة مستفز واستفز كتير جدا من النشطاء على السوشيال وده اللي عايزه محمد وسخر فنانين من الصورة دي زي الممثل خالد سرحان اللي نشر الصورة انا بعتبرها في منتهى الزكاة ولو خالد سرحان هو اللي فكر في الصورة دي بقى خالد دماغه ألماظ نشر الصورة النفسه دي اللي هي دي قاعد في ميكروباس مقطع مبهدل طبعا دي عربية رامكو احنا عارفين العربية الرامكو وجنبه كان فلوس اهي على فلوس فكة وقاعد عامل تعبير كده أنه غلبان وطبعا المشهد متصمم لأنه الولدين رايحين في اتجاهين عشان بيقاش حد وراه يعني التكوين حلو قوي وقاعد لابس تيشرت زي ما انتو برضو شايفين لمكوي ولمنيل ويعني في قمة الغلب هو كان نقصه بس يسيب دقنه شوية فكاد تبقى الحكاية غلب في غلب أنا رأيي أنه خالد سرحان عبقري في الصورة دي قد يكون بيفكر محمد رمضان بالغلابة اللي مش لقين فكة وقد يكون بيفكر محمد رمضان بأصله لما كان بيركب كده وجنبه الفلوس دي بالتكوين ده بالعربية دي يعني خالد سرحان هو ابن الكاتب الكبير اللي ترجم واللي كان رئيس هيئة الكتاب اللي أستاذ الكبير سامير سرحان فقد يكون عايز يفكره بالمواطن الغلبان أو يفكر محمد رمضان بأصله لكن الناس دخلوا السيسي في الموضوع وجبتوا النفس كرمضان فالنشاطاء دخلوا السيسي في القصة أو في الكدر زي ما حطوا الصورة كده وحطوا عليها 6000 تعليم مرة حطوه فوق بيبص الفلوس ومرة أععدوه وراء هناك في الكرسي بتاع الموضيفة اللي وراء ده وحطوه آه أيوة كده وقال لك هناك ضيف قد لا ترغب في وجودي أهو قاعد مستنى الدولارات بتاعة محمد رمضان يبدو إنه محمد رمضان حسن الحكاية دخلت في الغمين الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق هاجم محمد رمضان وقال له طيب ما تشتري بدول أجهزة طبية للغلابة قال له يا ريت بالدولارات دي تشتري أجهزة اللي واضح إنك انت مش محتاج لها نشتري أو تشتري منظمات كهربائية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلب المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن ده يشفع لك يوم الزحام لما هو مش بيفكر في يوم الزحام يا دكتور وبيفكر في ترند الموضوع وصل كمان لمجلس الشعب مجلس النواب ففي نائبة عبال أملتك نيبة اسمها أمال عبد الحميد طلبت برفع شريحة المحاسبة الضريبية لمحمد رمضان ردا على استفزازه للمواطنين قادي النيبة أمل قالت لك هي لابد أن تكون هناك محاسبة على المبالغ التي يتقدها محمد رمضان في أعماله بشكل مستفز مثل ما يستفز هو الناس ولا بد من محاسبته ومن المفترض أن يكون تحت شريحة أعلى في الضرائب ويتم أخذ هذه المبالغ لصالح المواطن المصري الفقير طيب الإعلامية لميس الحديدي داخلت على الخط وهجمت محمد رمضان وقالت له إحنا عندنا أزمة دولار أنت بتعايل البلد وبتقول الحكومة أنا اللي هجيب لكو دولارات نيجي بقى للصورة الثانية والصورة الثانية اللي مسحة طبعا بعد استفزاز الناس هو الشخصية بيحب أنه هو يستفز الناس بالعربيات بالكلام ده أنا بشوف أنه ده نوفوريش وأحداث هو حر يعبر عن نفسه زي ما يحب بس الحقيقة أنه المزعج أنك عارف كفنان كبير مسلسلك ناجح نجم غني كل الحاجات دي أنك عارف أنه عندنا أزمة دولار أنت يعني بتشحط علينا ولا بتقول للبلد وللدولة وللحكومة أنا بقى اللي هجيب لكو الدولارات هو أنت بتقول أنا مش عايزة هو ما بيقولش للناس هو أنت بتعاير البلد يعني يعني أنت بتعاير الحكومة وبتقول لها أنا اللي هجيب لكو الدولارات مثلا يعني هو ما بيكلمش الناس على فكرة لأنه هو خلاص أعلى كتير هو فوق فوق هو بيعتبر نفسه أعلى كتير وبالتالي مش مهتم بقى بالناس لأنه لو كان مهتم بالناس كان يهتم حرام بالطيار اللي أهره لحد ما مات ومرضاش يدفع له الفلوس اللي هو تسبب في إذائه بها رغم أن كان فيه قضية وكلام ده كله هو عايش ضميره مستريح إزاي بهذه القصة يعني هو عايش إزاي بسعادة وضميره حاسس أنه هو تسبب حتى لو كان بشكل غير مباشر مباشر في رفض شخص من عمله ثم تسبب فيه هو أنا أحب ألفت نظر حضرتك لو أنت مش مهتم بقى لك يعني أن الموضوع عائلي شوية يعني هي لميس سخنة قوي كده لأنه فيه خناء ما بين عمره وبين محمد رمضان وبينهم وبين بعض عكسات ومحاكم وقواضي لكن ده لا يعني أن الست لميس ما يجيبها غير ستاتها بصراحة لميس قالت اللي فيه شفا والله العظيم يا لميس أنت أروبا قالت لك أنت بتعين الحكومة يعني فعلا واضح أن محمد رمضان بيحرج الحكومة ويظهر أن حد مهم يكلمه فدخل يعدل الصور ويشيل في المونتاج الدولارات رغم أنه ما عملهاش قبل كده ما عملش ولا مرة الحركة لي وعدل الصورة وخلاها كده أهو شال الصورة تمت إزالة واحد من ملفات الوسائط من هذا المنشور شال الصورة خالص هدي بواجع الدماغ راح إيه الصورة دي بس طبعا كاتل ناس لقطتها الكاتب الصحفي الأستاذ سليم عزوز رد على لميس الحديدي لما هجمت رمضان وقال لها طيب يا ترى قال لها إيه بقى شو يسمع كده قال لها قال لها هذا نبتكم المبارك تخطى الرقاب بدفع أهل الحكم له دون أن يمتلك أدنى درجات الزوق العام التي تؤهله لأن يكون بني آدم إنها اختيارات المرحلة وما خبس لا يخرج إلا نكدة الراجل بيقول كده يعني صحيح زي بقول الكاتب سليم عزوز محمد رمضان وغادة والي تاني غادة والي آه والله تاني غادة هي الشخصيات المعبرة عن هذا الزمن لكن كده كده محدش ينكر إن محمد رمضان حر في فلوسه والله حر اللي معاه مال محياره يجيب يمام ويطياره هو حر يحرقها يصورها يميل عايزه وبرضه أيضا من حق الناس إنها تسخروا في التاريخ عليه زي ما عاملوا معاه قبل كده لما تصور مع عربياته إنما المرة دي لم يسمي الدايئة والبرلمان اتحرك عشان رمضان ضغط على لمؤخذة الإيد اللي بتوجع عيده لمؤخذة لمسة لمؤخذة نقطة الضعف لمؤخذة بتاعت لمؤخذة الحكومة اللي عمالة تقول دولارات يا ويون الدولارات موجودة وهينزل سعره كمان زي ما قال رئيس اتحاد المستثمرين اللي قال الكلام ده كلنا بتصور المؤسسات الكويسة العالمية بتقول لك إن سعر الدولار الجنيه بالنسبة للدولار 24 جنيه النهار ده الدولار في الدولة في البنو 31 وفي السؤول الموازي 41 حيبدأ ينزل شوية بشوية لكن قريبا جدا سيعود الدولار وسيعود للجنيه احترامه هل تتصور أنه من الممكن واقعيا هل من الممكن أنه يرجع الجنيه مرة ثانية لتسعير تحت 30 جنيه لقيمة تحت 30 جنيه والله حسب ما أنا شاف شخص كشخصي والله حيرجع ثاني مرة ثانية أقل من 30 وسيعود بإذن الله أنا بستغرب شريف عامل إزاي بيسأل السؤال ده يعني بيقول هل بتستبعد إنه ينزل تحت الـ 24 يعني يا شريف المثل المصري بيقول جاله السماء بكرة تنطر لحمة جاله كانت غممت النهار ده رغفان يعني هو مثل بدوي شوية يعني السماء بكرة هتمطر لحمة أو بلغة السكندرية هتشتي لحمة قاله كانت غيمت النهار ده عيش يعني إنت راجل فاهم يعني إيه اللي هتست هي هي قارعة الفنجان هوحنا بنفتح كوتشينا يا شريف ده اقتصاد ده علم يا بابا ده اقتصاد هل تستبعد إن الجنيء يعني ينزل تاني الدولار لتحت الـ 24 لا 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 مش كده ده علم علم واحد زائد واحد بيسوي اتنين مفيش فيه الزار منين يا حبيبي العبد وسيده على المحطة لتنين مفلسين وبعدين التاني يأكل الطعم فيقوله والله يلاقى استبعد آه والله كل شيء جايز حتى حبل العجايز نعمخش في الكثير السكة دي ده ده الواشعة دي يا شريف انت مش شايف هو انت مش شايف ترد الإقتصاد هو انت مش شايف المؤسسات الدولية بتقول عليك حتى صندوق النقد نفسه البلد فيها أزمة كبيرة جدا جدا في الدولار طب بلاش ما قاردش يا أستاذي اللي كنت عايش في أمريكا الفينانشل تايمز البريطانية وهي بتتكلم وبتقول رواد الأعمال ان في عدم يقين بشأن سعر الصرف الصناعات تكافح او يقول رواد الأعمال ان عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال الصناعات تكافح لتمويل الوردات وجاذب المستثمرين وسط أزمة العملات الأجنبية رايح تجيب لي واحد كفتاجي وتقول له ونبي بص في الفينجان كده هل في أمال الدولار ينزل ما قالكش بقى الراجل اللي جاي ده ده أبرز بقى ما ورد يا عم شريف ده انت الانجليز عندك حال تعال بقى ان ترجمه لك أبرز ما ورد في الفينانشل تايمز وده متخصص في الاقتصاد بيقول لك ايه بقى مصر تعيش أسوأ أزمة عملات أجنبية منذ سنوات الحكومة تعاني من تمويل وردات وجاذب المستثمرين تزبز بسعر الصرف يخنق رجال الأعمال ويعيق التخطيط والاستثمار مصر فشلت في تعزيز التتفقات الأجنبية النقد الأجنبي رغم سلسلة خفض الجنيه نقص الدولار أدى إلى ظهور السوق السوداء في العملات الأجنبية الواردات انخفضت في النصف الثاني بـ 22 إلى 37 مليار دولار منهم 42 الواردات تحويلات الأموال المصريين بالخارج تراجعت من 15 مليار دولار ده كانت 30 مليار ده سنة 21 و سنة 20 كانت تحويلات المصريين في الخارج 30 مليار دولار كانت أهم داخل المصر في النصف الثاني بـ 21 اتحولت إلى بقت 12 مليار دولار في نفس الفترة من عام 22 سبب الانخفاض هو بيع المصريين لعملاتهم بالخارج لعملاتهم بالجنبية بالسوق السوداء يعني بيحولوها زي ما هم بيقولوا ساد مصرفي كبير الناس يحتفظون بالدولار لتحقيق مكاسب أكبر من خفض الجنيه ايه يا شريف ده الفاناشل تايمز دي الفاناشل تايمز يعني مش تروح تجيب لي واحد بيفتح الكوتشينة ولا المندل وتقول له ما قالكش العريس هيجي إمتى وزي ما ذكرت الصحيفة البريطانية أن رجال أعمال مخنوقين بسبب شح الدولار لكن الصحف المصرية كمان يعني تكلمت عن الأزمة دي زي ما ذكرت صحيفة الشروق أدت الأزمة الدولارية إلى تحفظ البنوك المحلية على منح أي تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية للشركات التي تعتمد في تشغيلها على المكون الأجنبي بسبب صعوبات الاستيراد يعني أي حد بيصنع خلاط وأجزاء من الخلاط ده هتيجي من بره بالدولار وقف 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 تحفظ البنوك إنها تمنح أي تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية للشركات التي تعتمد في تشغيلها على المكون الأجنبي الناس اتخرب بيوتها شريف وانت بتقوله في أمل بسبب أزمة الدولار ده اللي كتبه كريم في تعليقه على الخبر ده بتاع الشروق بيقول كريم الناس اتخرب بيوتها حرفيا مش عارفة فشل اقتصادي ده سواء في التجارة أو الصناعة ومش عارف إزاي بلد 80% من دخلها درايب وجمالك هتستمر مع تراجع القطاع الخاص بالمنظر ده والنبي كريم علم شريف علمه ودي شاكوى من واحد من اللي شغالين في السوق وشايفين وقف الحال اللي البلد وصلت له واللي خلى شركات كبيرة زي أولاد رجب تبيع ثلاث فروع وبتخطط لبيع سبعة كمان بسبب الديون اللي عليها قادل خبرهم مش أنا اللي قلت شركة أولاد رجب بتبيع ثلاث بتفشرو ثلاث فروع لجملة ماركت مقابل أكتر من مئة مليون جنيه في ناس ثانية ربطوا اللي بيحصل مع أولاد رجب لكده مع التوحيد والنور وجهينة ده اللي قاله عبده عبده بيقول العصابة إياها عايزين ياخدوها زي التوحيد والنور وجهينة وشركة التأمين حسب الله ونعم الوكيل الغريبة إن الأخبار كلها بتتكلم عن تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين زي ما كتب إبراهيم بيقول وقادي صرح آخر من القطاع الخاص ينهار كم وظيفة ستفقد وكم بيت سيخرب وكم أسرة ستعدى متشرد الغريب إنه كل يعني أخبار بتكلم عن تشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين قل لي شريف يا عم أبراهيم عندك حق عشان كلام الجرائد والإعلام بتاع نظام السيسي كله بلح والاستثمارات لسه بتهرب برى البلد زي ما بيقول الخبر ده شريف هروب الاستثمار مستمر بسبب البيروكراتية والتضخم وشح الدولار ده غير إنه أي مبادرة بتعملها الحكومة عشان تساعد المستثمرين أو المصانع أو الشركات إنها تقفل بتفشل للأسف والخبر هو تعثر مبادرة الحكومية لإنقاذ المصانع من الركويت الأزمة دي هتستمر للأسف طول ما اللي بيحكم حمار ما هي واحد حمار أعطته على طيارة هيعمل إيه أنت مستني إيه لما يلبس في حاجة هتقول يا ساتر يا رع يعني ما هيلبس وبعدين يجي يقول له ما فيش أمل بقى منين الأمل الجيش مسيط على اقتصاد وده المتسبب الأول في أزمة الدولار زي ما كتبت الصحفية حنان خيل وقالت أن المؤسسة العسكرية بحكم قانون ساري المفعول منذ عام 84 تحتفظ وزارة الدفاع بنسبة لا تتجاوز 15% من أموالها في البنوك في ودائع دولارية الجيش شايل ودائع دولارية في البنوك لكن منذ عام 14 بعد ما جهت البيه وبداية التواغل العسكري اختار خاص بدأت الهيئات الاقصادية القطرة المسلحة في مخالفة القانون ما بقاش 15% بقى ده كان ده كان 84 84 لكن دلوقتي بدأت الهيئات في مخالفة القانون بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من أموال عوائد المشروعات التي تنفذها في ودائع دولارية واستند أصولها السهل إلى شراء مبارخ كبيرة من الدولارات من البنوك بفعل النفوذ والضغط على إدارة هذه البنوك لتمرير شراء العملة الحرة هذا الامتياز الخاص جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة مع إمداداتها الخاصة من العملة الصعبة الذي لا يتمتع البنك المركزي ولا وزارة المالية ولا الجهاز المركزي المحاسبات بأي سلطة رقبية عليها أمام الضغط على الجنيه وتخفيده وارتفاع نسبة الضخم والأسعار والنبي حنان قولك كلمتين دول زي ما هم كده وصليهم للأخ أحمد تنطاوي اللي بقولك أرجع المؤسسة العسكرية تاني للرملة الصفرة يا عم منين لما بتقولك القانون فاربعة والثمانين كان يسبح للمؤسسة العسكرية بأنها تحط لا يزيد عن خمستاشر في المية ودائع دولارية في البنوك بعد ما جاه البيه البومة خلاص فتحت على البحر بقى بقت كل القطاعات في القوات المسلحة تحط فوق 30-40-50-60% ودائعوا لقوا بالتاجر في الدولار ويجي أحمد تنطاوي اللي ما تعملوش كده ده كلام ربنا يسترع على البلد دي فعلا عشان احنا بسبب أزمة الدولار دي قد نذهب إلى النموذج اللبناني بسرعة الصروخ وعشان تعرفوا العملة اللبنانية وصلت لإيه قدام الدولار تعالوا شوفوا المواطنة اللبنانية دي بتشتري إزازة زيت إزازة زيت بكام بقى شوف عم يسألوني السوح إذا العملة عنا بعدها بالأرقام ولا صارت على الميزان كيف عنا تعملوا مع العملة إذا كل هون عبارة بس عن أس دولار على الميزان 2 كيلو يعني تخيلوا 20 ورقة من العملة الأمريكية يعملوا 2 كيلو على الميزان اللبناني من عاد على الإيد صار مشهود يترك بيش ماشيين ما كنت العاد يعني صدقوا اللي قالوا هون كل هون حتحملوا كيس مصاري إزازة زيت بكيس مصاري ويجي عمنا شريف يقول في أمل الجنيه ينزل عن 24 الأمل ولع في البيت خلانا نروح فاصل ونرجع عشان نتكلم على كان فيه مصرحية كوميدية حصلت في السعودية من كم يوم وأنتو حضرتكم وحضرتهاش ولا التفتتوا الأبطال المصرحية دي صحية تهلك من الدحك بس دحك زي ما قال المتنبي كالبكاء المصرحية دي كان اسمها قمة الدول العربية مهازل الدول العربية بعد الفاصل